يعني لا يخفى على أحد أن الوضع العراقي الآن هو وصل إلى مرحلة يعني سميت بالانسداد السياسي لكن لا يمكن لأحد أن يقبل بأن يكون الحل بخطأ فادح وخطأ أكبر وهو من خلال تدخلات خارجية ما نوع هذه التدخلات؟ من حقنا أن نسأل كمواطنين بشكل عام نعم نرغب بالحل ونرغب بالخروج من هذا الانسداد ونرغب بأي وساطة كانت على الصعيد السياسي لتقريب وجهات النظر لكن عندما تتعدى أكثر من هذه الحلول التي تحدث وأشار إليها ضمن أخ ضيفك الكريم السيد مخلد أنه العراق لا يزال تحت البند السابع ومتى مرتأت أمريكا لا الحق في أن تدخل إلى العراق مرة أخرى لكي تخرج هذه أمور تعيدنا إلى نقطة الصفر وإلى نقطة البداية وتجعل الأمور محقدة أكثر ترجمة نانسي قنقر